بعث الفريق أول محمد الزكي القائد العام لقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي برقية تهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي القائد الأعلى لقوات المسلحة بمناسبة الاحتفال بذكرى العاشر من رمضان وخلال التهنئة أكد وزير الدفاع أن ذلك اليوم العظيم من أيام الوطنية المصرية جسد بطولات وتضحية الشعب المصري في استرداد أرض سيناء المقدسة كما نقل وزير الدفاع تهنئة لرجال قوات المسلحة للرئيس السيسي مؤكدا قوة عزمتهم وإيمانهم بقدسية المهام والمسؤوليات المكلفين بها كما بعث الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب قوات المسلحة ببرقية تهنئة مماثلة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي للتهنئة بهذه المناسبة الوطنية الخالدة